حالة من النفور انتاب السكان منطقة الاعطيفية في بغداد بعد سماعهم ان مستشفى الكرخ خصصا للحجر الصحي للمصابين بكورونا خاصة وان هذا المشفى يقع وسط منطقة سكنية احنا منطقة الاعطيفية خلوا حجر صحي قريب علينا وانحنا منطقة سكنية وعدنا اطفال وهذا المكان يعني ما يصير المفروض يحطون على القناة يعني منطقة قدامها فتشولة فتشي زين احنا هنا كل يعني شي اقول لك الطاب والطالع يعني ما يقدر جهاتنا كلهم يعني اغلابياتنا ساقمنا يعني نحول مكاناتهم زين لاني نخاف بصراعها بهذه الوضعية قبل فترة بسيطة انه جابوا هنانا عوائل على اساس ليسوا مركز مصغر الحجر الصحي فصارت الشغلة مفاجئة يعني المشكلة هذا شارع مأهول وكل مطاعم سيارتها شوفت عينك يعني منطقة مكتظة نحن ندري الحجر لازم يكون منطقة معزولة اجراءات بالاضافة انه المستشفى مختلطة يعني الحساسية والكارخ ناس طابة ناس طائعة ماكو يعني فنشوف ان هذا سبب انه التفشل وبواء صارت مو مسألة حجر وقائي صار بالمنطقة بيوت خلت واخرى للبيع واهالي الاعطافية في حيرة من امرهم وهم يرون الكمامات الطبية واغطية السرير المستعملة في الشوارع القريبة من بيوتهم طباء والممرضين اللي يجوه داي يعيشون الحالات وداي يكافون الحالات داي يرجع يذب كمام تبرا اللي يقولي تاي مقرابات زيان وكلها جراثيم زيان يجوز هذا يجوز يعني ما نعرف يعني شون داي حسبوها شون ان حسبت من جابة وهذا المكان هنا ما ادري طبعا احنا فدمعانات جدا صعبة يعني احنا سعط له وهي اكون مدارس تعبر منها معبر من الاربع خمس مدارس منها هاي واحدة اثنين هاي الكمامات وهاي الوساخة تتنشمر احنا منطقة سكنية يعني بها عوائل شنو ذنبنا ستنفتح منا ردهم والمصابين بهذا المرض مشكلة هس هذا البيت باع قدامك هذا والصفة وغيرها كله فارغ عوائل لنحنا اربع خمس عوائل يعني مشكلة اربع خمس عوائل بالبيت يعني كله طلعت الناس تصلنا بصاحة الكرخ اكثر من مرة لبيان موقفهم لعرض الرد الاخر لكنهم رفضوا التصريح من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية اشتركوا في القناة